ورجعنا لكم مرة تانية هنكمل حوارنا وحادثنا مع سيد النائب محمد مصطفى سليم ولكن قبل ما نرجع ونتحدث معه هناخد رأي الشباب الشباب المهاردة لهم ايضا رأي المهاردة في لجنة المصالحات وفضل المنازعات هنتعرف عليهم وناخد رأيكم بسم الله الرحمن الرحيم اولا نتقدم بالشكر للسيد نائب محمد مصطفى سليم والقناة الحياة والعامل اللي نعليها حقيقة ان احنا بحضر كتير الجلسات صلح وحل مشاكل معجات دي وبشوف حيات كتيرة وحيانا بتجابلهم صعبات كتيرة ممكن يجوم واحد شاب من سين انا كده يتكلم بطريقة مش كويسة معهم مع اللاجنة بيتحملوه بيحاولوا يحتوون ويوصلوا لفدماغه وهو عايز ويحاولوا يردوه بطريقة معينة و وشباب احنا كشباب بنكون يعني عندنا حيطة العصبية دي كده وبتاع فاغلب المشاكل بيكون سباب احنا الشباب او عدم الوعي الشباب اللي هي مش فهمة انا ممكن كراجل بحضر مثلا مع اشدادي وابهاتي في الجلسات بشوف الانسان وهو مزنوج اسناء المشكلة لو رجعته بالزمن الزمن بيه الورا مش هيعمل مشكلة مش هيحط نفسه في المأزق اللي هو فيه فياريت كل الشباب يكون حليم كده ويحاول يتعلم من ابوه ويتعلم من جده ويتعلم من عموه ويكون فيه برضو حتة الخضوع للكبير يعني ممكن مثلا انا وكون بعمل مشكلة في الشارع لو لجيت واحد جاي عليها مثلا وبيحاول يهديني ان انا مثلا ما عملش المشكلة او ارجع اللي انا بعمله لازم اغضع ليه حتى لو اضطر ان هو مثلا يضربني جده من الناس يابني غلط كده وبتاع لازم الواحد يكون نمشي زي ما ماشين الكبار بتعوني ابوهاتنا واجداد واجدودنا هنرتاح ان شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا اتقدم بالشكر السيد النائب محمد مصطفى سليم والأسرة البرنامج والقناة الحياة احنا طبعا بنروح مع ابواتنا والجاعدات بتاع الصورح والجلسات ونتعلم منهم ونستفاد من خبرتهم وفيه شباب احنا بنتحاول معها احنا بالنبي عنهم انهم بيتعبوا من الكلام الكتير مع الناس وكده فيه شباب احنا بتكلم معها وبنحاول نقنعها وبنجم بيدورنا معاهم ومساعدين ومستفاد بخبرتهم ونشكر الامن والاكلات الامن طبعا بيساعدنا وبيساعد اللاجنة في الصورح وفي الجلسات وبتوفر كل سوء الامن ولو في حد في السجن بتوفر مقابلات لي وجلسات معاها ونقنعه وكل حاجة تمام بسكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شفر خل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشكر القناة واصلة البرنامج الجميع نحنا احنا بنحضر مع والدي ما احضر مع والدي ومع جدودي في فضل منازعات بيبقى في فضل منازعات فيه الترغيب والترهيب انت بتخوف صاحب المشكلة من العواقب اللي بعد كده من الدم والسجن وتخريب البيوت وفي نفس الوقت لما تيجي تبصل اي مشكلة بتلاقيها حصلة بين عالتين او بين شابين بتلاقي لهم علاقة قبل كده يعني مثلا اتنين جيران في بيت اتنين جيران في غيط في زرعة شباب مع بعض في المدارس بتجوا تذكر له انت وكت وانت والشاب ده قبل كده اصحاب وحبايب وتطلعوا مع بعض بيبدأ يحن معاك ويرقى قلبه للايام اللي هو كانت معاها مع زميله ومع صديقه مع العائلة التانية فبالامور ديات بنضغط وانا افتقوا واهم حاجة بيبقى الصلح ده بيبقى الواجه الله تعالى وتبقى رايح كده نوي الصلح ان يريد الاصلاح يصلح الله بينهما انا اسكر موقف كنت جاي انا والدي من صلح والصعص علينا جامل فوحنا جيئين بيقول ايه اللي حصل احنا نوينا الصلح يعني الموضوع ما مشاش معانا في حاجة غضب بفضل الله تعالى ربنا كرمنا والموضوع مشى والصلحة تم والناس اتبسطت كلها ورجع الامن تاني في البلاد ويعني هي صراحة اهم حاجة الصلح والامن والامان يكون بين الناس جميعا يعني وربنا يقدرنا جميعا نحوش الحتة العصبية اللي بين الناس دياتي حتة النانا من بات فلان وانا من عالة فلان وفلان منفعش يقول لي كده وانا ما وانا كده وفي حاجات تاني كتيرة في الصلح يعني مثلا انت كنت بتلاقي عائلة مضروب منها واحد وعائلة تانية ما تضربش منها فعشان تصلح بينهم بتيجي تشوف حلول عسست راضيهم زي حلول الكفن ده من ضمن الحق يعني في ناس ما تقول لك لا ده حتة جمع شوية مشان ما اعترف بيها وبتاع لكن هو هو موضوع شديد انت بتريحهم التاني في واحد مثلا تضرب بسلاح والحمد لله ما متش بتضطر ان انت تجيب له حق وده تقول له مثلا انا هجيب لك البندقة بتاعت بتاعت الشخص التاني ده اللي ضربك بيها تحديه يبقى كده تحط في زهن انه هو ايه انه هو انتصر عليه وفي حالة وفي ناس تاني بيبقى الوزع الدين عندها كويس بيبقى العفو ده العفو ده من من اللي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة فقال له فقال له اهله ما اظنه كان تفاعل بنا قال ابن اخن خير اهم كريم ابن اخن كريم فاذهبوا فأنتم اطلقاء فالعفو والعفو عند المقدرة وقلنا بنقول للناس العفو ده مش ان ميبقى من الطعيف ده العفو ده ميبقى من الرجل الكوي الشديد هو اللي بيقدر يعفو وبنقدر نسيطر على 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 الناس بالصلح وان شاء الله ربنا يصلح ما بين الناس جميعا ويصلح اللي في الخير كله رب ان شاء الله بشكور السميش بسم الله الرحمن الرحيم كل الشكر لقناة الحياة واللي عاملين بها ومعلنها بمحمد مصطفى السليم وعضاء وعضاء لجنة تفضل منازعات والمصالحات والشكر الاول للمول عز وجل وسيطة الرئيس عبد الفتاح السيزي الرجل لازا انقذنا وانقذ مصر انا لو احنا انا لو هتكلم هتكلم عن دورنا احنا كشباب احنا لو بنتكلم في ان 70% من المشاكل اللي حصلة سببها شباب فطب ايه اللي خلى الشباب بصلة المرحلة دي احنا لو كان الشيخ تامر اتكلم من شوية وقال ان الجهر والفقر والبطالة فلو هنعيدتها تتيبها السبب الرئيسي الاول هو البطالة ودي مش هتكلم عنها لان كلامها يبقى مع متمثل في السادة عضاء مجلس النواب هم ان شاء الله يشوفونا المشكلة دي ويدر حلوها اما عن السادة لجنة فض المنازعات ومصالحات فانا بصراحة انا باحمد ربنا ان انا عايش فترة شبابي وسط اللجنة دي لان انا طلعت معهم في كذا مشوار وطلعت وعرفت منهم الحكمة اهم حاجة الحكمة احنا شباب محتاجين ان احنا نسمع الحكمة محتاجين ان احنا نصبر محتاجين ان الشيطان ميتحقش علينا دي اهم حاجة فانا بصراحة انا باحمد ربنا على كده وانا يعني ان انا لما الواحد يسامح فحقه انه ده مش ضحف منه قد ما هو خوف على اهله خوف على اللي عملوه جداده خوف على اللي عملوه عمامه فحرام انه هو يضيع ده كله عشان حاجة يعني فضية ملاش لازمة موقف هياخد وقته يعدي ساعة ساعتين يوم يومين وهيعدي اهم حاجة ان الواحد لما مستامح فحقه ما يكونش داخل في دماغه ان ده ضحف منه السماح والعفو ده ربنا والرسول عليه الصلاة والسلامة وصلنا بيه وان ده عمره ما يبقى ضحف مننا هو كله بس ده خوف على اهلنا وحرام ان احنا كشباب نضيع اللي عملوه وان شاء الله ربنا ينعم علينا بالستر ان شاء الله انا بشكر حضراتكو جميعا على كل اللي حضراتكو قلتوه وعلى كل الجهود والمجهودات اللي انتو بتعملوها في فض المنازعات والمصالحات بين الاهالي قبل ما تتفاقم المشكلة والنار تبدأ تاكل البيوت ويسقط العديد من الضحايا برجع لسيات النائب اشتركوا في القناة